اشتركوا في القناة هذه الاطعمة التي تسبب السعادة وتمنح الجسم المناعة والحيوية اول شيء الخضروات الورقية الذاكنة وهي من اشهرها السبانة والجرجير والسلق والكرات وكذلك تحتوي على حامض الفوليك الذي يؤدي الى انخفاض الاصابة بالتوتر والقلق لدينا كذلك الطماطم لانها تحتوي على مركب الليكوبين الذي يمنحها لونها الاحمر اللامع ويعد مركب الليكوبين علاجا فعالا في محاربة الاكتئاب وتحسين المزاج كما يمنع تكون المركبات التي تتسبب التهاب في الدماغ والتي ترتبط بالكآبة وكذلك تحتوي الطماطم على محسنات اخرى للمزاج مثل الحامض الفوليك والماغنيزيوم والحديد لدينا كذلك الاسماك والمأكلات البحرية اثبتت الدراسات ان الاشخاص الذين يعيشون بالقرب من البحار يبدون اكتر سعادة من غيرهم ويعود ذلك الى كثرة تناولهم للاسماك والمأكلات البحرية المحتوية على الاميغا 3 الذي تساعد بدورها على تهدئة الاعصاب وكذلك الامر نفسه بالنسبة لسكان المناطق الساحرية لكثرة استنشاقهم للهواء المحمل باليود وكذلك البنغر الاحمر يعتبر البنغر مصدرا جيدا للفيتامين بي الضروري لعمل الذاكرة والشعور بالراحة والسعادة والقدرة على الايجاد المعلومات بسرعة ومعالجتها بالدماغ كما يفيد البنغر في تجديد الخلايا لدينا كذلك الموز يحتوي على مركب كيمياء طبيعي يمنح الثقة بالنفس كما يحتوي على نسبة من البوتاسيوم والماغنيزيوم الضروريين للإحساس بالراحة والتوازن كذلك التوم يحتوي على كمية كبيرة من المعدن الكروم الذي يؤثر على الهرمون السيروتين المسؤول عن السعادة كذلك الفلفل الحار يحتوي الفلفل الحار على المادة التي تساعد على إذابة الدهون في الدم وإنتاج الدماغ للمركبات والتي تعمل على تهدئة الأعصاب وكذلك العسل يحتوي على الكثير من المواد المحسنة للمزاج والفيتامينات بي والحامض الفوليك والحديد والمنغيزيوم والعديد من المركبات الحيوية الأخرى اللازمة لتجديد الخلايا وتساعد على الشفاء من العديد من الأمراض وكذلك لدينا الكرز والتوت وهما مسكنات للألام طبيعيين يساعدا على الإحساس بالبهجة ويمنحان من تناولهما شعورا كبيرا بالسعادة والفرح أتمنى مشاهدة الفيديو ومشاركته مع الغير كي تعم الفائدة والسلام عليكم إلى فيديو جديد إن شاء الله